يبدو أن أسباب دعوة أردوغان للانتخابات المبكرة بدأت تتبلور الآن من حديثك ضيفي سيد كرم ولكن أوجه سؤالي إلى ضيفي من إسطنبول سيد هشام هل بالفعل هذه الأسباب كلها أدت إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو التخطيط لانتخابات مبكرة خوفا من استمرار نزيف الأصوات المؤيدة له؟ نعم يعني البلاد الآن يعني معروف أنها تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة وأيضا موضوع مكافحة الجماعة في المؤسسات أضعفت كثيرا حقيقة المؤسسات الإدارية وتحتاج البلاد إلى تجديد ثقة الرأي العام مرة أخرى بالحكومة طفي على ذلك أيضا كما ذكرت يريد الحزب الحاكم قطع الطريق وقتل هذه الأحزاب في مهدها قبل أن تتنمو وتترعرع ولكن يعني الثقة المهزوزة بالحزب الحاكم من قبل حتى الاستثمار الأجنبي نرى بأن لهجة الصعيدية تبنها حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية اتهم دائما الدول الغربية بدلوعهم في دعم الانقلابيين في تركيا وأيضا اتهمهم بالعديد من التدخل في الدخل التركي لذلك أعتقد بأن حتى الخارج الغرب هنا سؤال يطرح نفسه سيد الفاضل هل سياسات أردوغان الداخلية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد أو على خبراء الاقتصاد العالميين بحيث بدأوا يشككون بالفعل في قرارات أردوغان الداخلية ما ينعكس اقتصاديا على البلاد شوفي لا سيما بعد محاولة الانقلاب الحكومة سطت على الكثير من رؤوس الأموال التي اعتبرتها داعمة للإرهاب وهذا الموضوع حقيقة يعني جعل الكثير من المستثمرين الأجانب يهربوا من تركيا إما أن توجه لهم تهمة بليلة وضحاها ويتم مصادرة أموالهم وممتلكاتهم هذا الشيء آني في ظل التغييرات الأخيرة والانتقال إلى النظام الرئاسي لذلك المستثمر الأجنبي أيضا الذي يريد أيضا ضمانات يريد تغيير لهذه القوانين ويريد أن يؤمن على رؤوس الأموال وهذا ما يعد به أعتقد علي بابجان وأحمد ضوطول أن يتم تغيير القوانين الحالية والعودة إلى النظام البرلماني الذي يضمن حقوق الجميع ويضمن ممتلكات الجميع أشكرك أنك أرجعتنا لهذه النقطة بتحديد لألضا اشكركا أندفعه ترجمة نانسي قنقر